أزمة مستمرة يعيشها مهجر جرف الصخر في مخيم بزيبز لا سيما مع حلول فصل الصيف والارتفاع درجات الحرارة وسط تجاهل حكومي لحل حلة هذا الملف وإنهاء أزمة إنسانية متفاقمة نحن جاعدين بهذه الخيم التي لا يسكنها بشر أول وحدة هي كسباير هذه الخيم عام من تاتا اللي صالها سبع سنين من السلمونية عندنا ناس مرضى عندنا ناس كباسين عندنا طلاب مدارس عندنا أطفال عندنا نساته ووالدي صارنا عشر سنوات إحنا قاعدين مخيمات بزيبز الله وكيلكم ما حد يمرنا ولا حد ينظر بحالنا إحنا كتلنا الحر وكتلنا الضيم عندنا أطفال موت السبب الحر عمي يعني هسا أنت جاعد ومرتاح ببيتك بس إحنا قاعدين بخيمة الخيمة هي بدون شسمة هي نار كبرى مهجرون جرف الصخر في مخيم بزيبز أكدوا تفاقم الأزمة الإنسانية لكبار السن والأطفال في ظل انعدام أبسط مقاومات الحياة في مخيمات النزوح منتقدين غياب الحلول الحكومية لأزمتهم المستمرة منذ عشر سنوات ما جاي يسوون نحل لا هم مرجعين لمناطقنا ولا هم سويننا مكانات ومي ماكو هاي هسا صار فترة يعني ماي ماكو خلاص يعني ماي هسا غسول ماكو نائيا ومي ماي مالح للناس الجهات جايشرب ماي مالح حسن الجهات فطست بيه النسبان عجائزة كبار انتهت يعني انتهت وهسا هم هسا حكومتنا خليج واحد خمس دائقة بالخيمة اتحدى حكوم من الحكومة واحدة قبل خيمة خمس دائقة منظمات قامت ماططب منظمات غليلة مساعدات غليلة الشحة بالمي شحة ماكو مي غليل حيل كل ثلاثة يجي مرة وهاي الناس دائقة والحكومة ما سوتنا كل شي لا سوتنا حل هاي اليوم عشر سنين كل حل ماكو لا سوتنا شارة ورجعتنا لديارنا ولا سوتنا بديل اللي نسكن به عشر سنوات بحرها وبردها وما زالت الأزمة الإنسانية لمهجري جرف الصخر شاهدة على فساد الحكومات المتعاقبة وانتهاكات الأحزاب وميليشياتها التي تستخدم هذا الملف ضمن المساومات وبدوافع طائفية